موسيقى مشاهدين الكرام جمهورنا رياضي اهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج فوت بلوس على قناتكم قناة البلاد في عدد اليوم مشاهدين سنتحدث عن كأس الجمهورية ومباريات دورة الثاني وثلاثين وبعد الأندية على غرار سنتكلم على أمل بوسعادة الذي حقق تأهل بحضور المدرب وسنتكلم عن اتحاد البوليدة أيضا الذي خرج من الدور الثاني وثلاثين كما سنتحدث مشاهدين الكرام عن المديرية الفنية المنتخبات الوطنية كل هذا وأكثر رفقة رئيس أو المدير الرياضي لاتحاد البوليدة مراد الحلو أهلا بك السلام عليكم وبرك الله فيكم تبدل اللاقة بتاعك خلاص شكرا لك كما يحضر معنا مشاهدين الكرام كما سبق وقلت مدرب أمل بوسعادة ناسيم صفراوي مرحبا بك ناسيم معنا الله يسلمك شكرا لدعوة هذه أنا هناك على التأهل التي حققتها أمام نادي بومهرة بعد الفوز بيتونائية لهدف واحد الله يسلمك شكرا لك إذن مشاهدين الكرام نبدأ مع كأس الجمهورية ونعود نقول لك ناسيم يعني دخلتوا المنافسة هذه مع نادي ربما متواضع نوعا ما لكن قدرتوا تحققوا التأهل ويعني تسطروا برنامج لما تبقى من كأس الجمهورية مع أنكم يعني الهدف التي عكم هو تحقيق الباقاء في البوطولة الوطنية حقيقة صحي يعني تلقينا تلقينا مع فارق أدابو مهرة فارق اللي ينشط في لانترليك كما يقول لك فارق محترم يعني أبانا على ميكانيات فوق الميدان فارق يعني من رابطة تانية خلقنا بعض الصعوبات في شرط الأول لكن بعد في شرط الثاني يعني بالخبرات على اللاعبين اللي يعدنا يعني لديجا لعبين في مستوى تعال رابطة الأولى والتانية يعني الحمد لله قدرنا يعني نحقق الفارق هاداك وكما ذكرت وقلت أنت يعني منافسة كأس الجمهورية هذه يعني كما يقول لك الواحد ما يدي راشو بجيكتيف يعني نحن نلعب فيها مقابلة بمقابلة وكما يقول لك وين حقنا تموين حبسة لكوب داجيري هاداكية نحن 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 تحقيق البطاء الباقاء في أقرب وقت إن شاء الله ناسيم انت وصفت نادي بومهرة قلت أول حاجة نادي محترم ولو كان ما تحترمش فارق ما تقدرش تفوز عليه لكن كاس الجمهورية ما شي حاجة جديدة دايما تبيننا باللي مستوى متقارب من الرابطة المحترية فالأولى حتى الأقسام السفلة في الهوات سيفرية دوكليزي كيب أنفاريور هادو كيجو اللعبوا معد فرق تعال الرابطة الأولى ولا الثانية محترف ديجا هذي سيتون موتيفاشون لهم هما يعني كما يقول لك كيجي جي موتيفي بارابور للفارق تعال الرابطة الثانية محترفة ولا للرابطة الأولى محترفة هادا يجي متحفز ويجي كما يقول لك موتيفي على حسب التجربة الصغيرة اللي عندي شفت باللي كي تلعب ديد فارق تعال هوات يصروا لك مشاكل باش تموتيفي جوار تاعك انتاير باش يدخل يلعب بشي طريق ديفيسيل باش تموتيفي بس كي يدخل عدنا لمنطاليتي حاجر الادفيرسير هاداك تعال نلعب بانليك دو ويلعف لهماتر ولو ما تحاجروا اكيد ما تقدرش أنا يعني كم يقول لك شفنا ميتان يعني البالح نادي غريس يتفوق على شبابة القبائل والمفاجأت فيها فيها في كأس الجمهورية وبالك ما زال يكون مفاجأت أخرى مورد لحلو انتارك جديد في اتحاد البوليدا مع لبنى شو سطرت كأهداف مع اتحاد البوليدا اللي هكي جيتوا يعني في وسط الموسم لكن هل تضيع أو الخروج من أول دور في كأس الجمهورية نقدرون نقولوا عليه خسرت أول ريهان مع اتحاد البوليدا لا بالعكس بسم الله الصلاة والسلامة والرسول الله ان نقول أنا بليل برحة ربحت أول ريهان مع اتحاد البوليدا لأن كان نهزام تقريب في 90 دقيقة خشتوا بيشارف أخرجنا بيشارف ولكن في 90 دقيقة كنا درنا 2-2 وكنا سيطرنا يعني في المرحلة الثانية يعني 45 دقيقة اتحاد البوليدا لأن الفرق اللي ما بيننا عندما دخلنا للملعب وعند نهاية المباراة اللي شفنا الأنصار وأنهم الشي اللي ربحنا البرح أننا صالحنا مع أنصار تحاد البوليدا وأن بعض اللعبين بينونا الإمكانيات تاحهم وكان البعض تبين باللي محدودين ويعني المقابلة خاصة فترة الميركاتيو والتي عندك النظرة هذه الأمور اللي تكلم عليها يعني كما نقولون المقابلة تعالبارح كنت مقابلة همة جدا لنا لأن في المقابلة كنت أعطتنا أنا والمدرب يعني حتى المدرب جينا كيف كيف يعني عندنا أسبوع يعني عبر الأسطاش تحت الثلاث يام اللي كنا في البوليدا ما كانش كافي كما مباراة كرسلية كماش كافي مثل المباراة لكم المباراة تعطتنا نظرة وخلت يعني المباراة تعالبارحة أعطت أمل كبير للاتحاد اللي يعني أنصار الاتحاد أنهم شايفوا فريق اللي يعني اللي كان يلعب بنفس الجهد اللي يديروا البارح في المرحلة الثانية يعني نقول أنا يضمن البقاءة تعه مش بسهولة ولكن يضمن البقاءة تعه بنفس الجهد هذا لأنه يلعب عشر مقابلات كأس ويفوز بها لأن البارح البارادو كان فريق قوي جداً نهنيوه بالمناسبات نهنيوه ولكن كان في الشوط الثاني وحفر الوقت الإضافي كنا شوفنا الاتحاد البوليدا كان أقوى من البارادو يعني ما نعرفش السبب لأن ما فهمتش واش حدثت في الشوط الثاني ولكن مش يقول ما نعرفش لا لا يعني وإحنا دائما نقوله نقول طريقة كيفاش غير تاكتيك من فريق ديالو حنكوش والخطاب اللي اعطاه لهم يعني في الشوط الثاني شوفنا فريق مغاير تماماً ونقوله كان يلحق يعني يرمي فيهم الروح هذه القتالية اللي كانت البارح عندهم نقول ما عنديش مشكلة بنفس اللاعبين تقدر تشوف أداء أحسن؟ لا نقوله احنا مخصوصين مش غير ويعني احنا في حاجة مسا أننا يكون عندنا أربعة أضعف الإيمان أربع لعبين ونظن لابد يكون حارس لأننا الآن تبين باللي لابد يكون حارس تاني قوي باش تكون لها كونكيرون سبعاً واضح حتى على مستوى الدفاع هنا قائص انت رك تأكد باللي اتحاد البوليدة بيخروجوا من كاس الجمهورية بالك الأسباب لأنه الفارق موش فارق متكامل موش أفضل أحواله ولكن سمعت يعني هضرة بزاف كان في حادث كثير على تحكيم خسرت ومباراة رحت للشوطة الإضافة هل التحكيم ساهم في تأهل نادي باراة؟ كنت أخطأ لكي نحصل في التحكيم نحن كانت أخطأ يعني كان ضربة الجزائي بالماضي على كل حال ما اشتاهش باش ننجم نتكلم أكدا ولكن اعتمد على تصريح بالماضي لأنه يقول باللي كانت زوج ضربة الجزاء اللي كان قادر الحاكم يصفرهم ورغم نحن وعلاش مزعفناش لأننا احنا كنا من بداية الموضوع أننا مدى بينا نخرج في تنين وثلاثين لأننا عندنا مهمة أكبر وأصعب أننا نحضر الباقة يعني كنتوا حابين دخلت المباراة بشي باش تأهله؟ لم كنتوا حابين دخلنا شوف لابد نكونوا صراحة احنا دخلنا باش نلعبو مية بالمية ما كانش تهمنا النتيجة احنا كنا حابين يعني كل اللعب اللي 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 اللعبوا البارحة كانوا يلعبوا بشي برهننا أسكوهما فاريك ولا يعني ننسلم أمورنا وننحضر السنة القادمة الشي اللي لاحظنا البارحة لقينا بلي ممكن يعني بالاستقدامات اللي رايجي ان شاء الله ممكن ان شاء الله يكون عنده فاريق اللي ممكن يعني يدير بقاتعه بصعوبة ولكن نقول بلي ميش حاجة لكن ما نقدرش الحاجة الحلون فيه وباللي كنتوا حابين تزيدوا تقدموا في كاس الجمهورية خاصة بالنسبة للأنصاري يقولك الفاريق تعنا هذا عنده فرصة بما انه مراوش الفاريق موش يفرحهم في البوطة ولا بالك في كاس الجمهورية والد البارحة البارحة الجمهور الشي اللي اكدوا لي الناس البوليدة ان الش الجمهور وأنصار صفقوا على الفاريق تحهم خمس دقيق بعض يعني منصار حكلي انه في وقت هذا كانا ما شفش الهدف الثالث حتى تساعدك الموش آه صايا بلي دا ربحت ولي بس كما قال بارادو ربحت وثانا ما شفت الشعب يصفر على بيدك وتوقيناها وقيا ما فهمش ما فهمش واش الصلاة يعني الصلاة مراديين عليكم اليوم البارحة الأنصار كانوا مراديين ولما تكلموا معايا كانوا يديرنا تدعيمات اللازمة بهذا اللي عندنا ممكن نولوا نجول براكني ونشوفوا مقابلة كورة القدم اللي تخلينا نخرجوا فرحانين لأن شغل في كورة القدم هي لعبة ولابد لها الأنصار والأنصار واش يجي يجي أغلب الأحيان ما دمين الفريق تعوي يفوش حوس على النتائج المناصر النتائج لابد أنت تضبط أمورك أنك تفوس ويملعب براك باش تقنع الأنصار لازم بالنتائج بالنتائج مع أنه فيه أشخاص كتير مناصر يعني عارفوا كورة القدم لا لا نحن الحمد لله اليوم في اتحد البوليدا منذ ما جئ إلى أخ حنكوش نقول لك بالليدار عامل يعني لبس به في ضرف أربعة وخمس أيام عود دخل يعني الأستابلية تعال الفريق من ناحية المادية حاولنا باش يعني اللعبين يكونوا مرتاحين ومهنيين في الموضوع هذا يعني وكنا روح نقول لقدرنا تربص الفندق العسكري يعني ونحيوا يعني المسؤولين تعالى للمنطقة هذيك اللي سمحونا باش نطرب بالسماء وندولوالي كذلك تعالى البوليدا اللي هو أحرز يعني باش باش اللي يعني لريجيون تدخلينا ندخل وزيادة على الأخ جامل ماتسيكي اللي هو يعني قايم بالدور الكبير بعد شا حين نعودنو اللي هو لتياح البوليدا لكن نسمع شو يا ناسهم صفراء ونحبو نعرفو أمل بوسعادة حتى الجمهور الرياضي رويستنا كين تكلموا عن البوطولة ولا كاس الجمهورية في البوطولة راكم في المركز التاسع على ما أظن بعشرين نقطة يعني ما زلت تفكير تاعكم في مرحلة العودة هل هذي يخليكم نفس الشي كيمتي عاد البوليدا ما تفكراش كاس الجمهورية لا رغمت يا أهل كما يقول لك حنا الوجيكتف الأول تانا هي البوطولة يعني الكأس كما يقول لك ننعبوها كي تربح و الجوز التور برنشا هذي كاسي كان بونيوس فايدا ما يقول لك هي البوطولة بسك صح عدنا عشرين نقطة برابور لازيكي بليرا هم تمامورا نارا ناشو الألاز برابور لهم ما احنا تاني اللو بلز امبورطن سي كي ما يقول لك نتضمنوا الباقاء التاعنا في أسرع وقت يعني باش نعودوا نولو الأمر بوسعادة يعني كنت قصرت مقبولة مع الشيخ يعني أمر بوسعادة عنده فريق كي ما يقول لك هذي جوار جان تقولوا سبعين بالمئة تاع الفاريق كانوا يلعبوا في الهوات موقع شباب كانوا يلعبوا في الهوات لكن في وسطهم كي ما قلت انت كاين اللي لعبوا في مستوايا كاينين بانسور كاين دي جوار كما يعلاوي كما بن شرقي كما هذو سي دي جوار اللي لعبوا في في الرابطة الأولى وعندهم الخبراء وبيهم اللي رانامونتوريين هذوك ليجون هذوك كما يقول لك الفاريق هذا شغل فاريق شاب يعني مرحلة الدهب يعني جوزنا مرحلة بصعيبة مهما كان مقري كانت كاين النتائج جوزنا مرحلة صعيبة شوية وقلت لك هذو سي دي جوار كنوفلاماتر ما عندهم شاديك الإكسبيريونس مشكل إدارية ولا أموال ولا بشري والله غير هي مشكلة أموال يعني كما يقول لك كما قاعد البطولة معظمها كما قاعد البطولة معظمها يكي تروح الدرجة الثانيات في الناد ما كانو مشكل انا هتروح الدرجة الثانيات تقريب عندهم نفس المشاكل يعني من الحدود إلى الحدود هنشوفه شلف اللي هو رائد البطولة وعنده مشكل مشي عنده مشكل توقف عن تدريب الأسبوع الماضي لكن احنا نسأله ومعنا مدرب انتبه لك رئيس لكي نقوله بصالحة ولكن المدرب يكون فاصة وصنع اللعبين كيف شاحت قلنحهم تدربوا ونجيبوا المجو وهم ما شي خالصين كما يقول لك تلبس دو كاسكات وحدة إدارة وحدة مدرب ومشي سهل الحق نحن طيلة خمسة أشهر يعني الجوار لم تقعد حتى سنتيم وهذه طيلة خمسة أشهر الحمد لله لعبوا حتى خلصت مرحلة الذهاب ورام لعبوا كأس الجمهورية يعني رام مشكوري ولكن كما يقول لك كيم رئيس لأسامة أبو عكاز من المنبر هذا نشكره بس كيرا هي دير في مجهودات جبارة يعني باش قدر كما يقول لك يخلص لجوار يعني في سمانة هذه اللي فاتت يعني دير مستحيل باش كان عندك المتاعه وخلص لجوار يعني راكم خير مفيرق وحدة أخرى كاينت يا قلت كيم رئيس هو دير في جوار كاين بعد المدربين مالقوش أصلا رئيس يتكلموا معاه أو يقنع اللاعبين أو على الأقل يوعدهم لا لا الحمد لله قلت لك أنا الرئيس هذا أسامة أبو عكاز يعني قاب مجهودات كبيرة طيلة الأسبوع هذا اللي فاتت يعني باش قدر يجيب دموان لجوار يعني باش يعطي لهم شهرين لجوار يعني در مجهود كبير وفي مرحلة الدهب يعني كما يقول لك كان بليموا يتاعوا جام يبخل على لجوار يعني كانت المنحة بعد المقابلة يعطي المنحة لجوار يعني الشي اللي كان قادر عليه كان يديروا وانا شبنس بلي هادوا التحفيزات تاعوا اللي كانت تعلمين احوتها هي اللي خلت الفريق يوصل للمرتبة هادي بس كي جي نشوفوا يعني الاستاتيستيك أمل بوسعادة يعني أحسن دفاع في الرابطة التانية وأحسن فريق داخل الديار يعني ومليحة 20 بوان ستادي رقفة جوش الموين ستادي نشوفوا يعني نشوفوا يعني نشوفوا يعني نحن نقولوا لي عندو 20 نقطة رحضة ما روش في خاطر كما رفضتوا لا لا هو رضا من البقر نحن نقولوا مجميع ليكون عندو من منزل 18 نقطة بلغة الأرقام فوق 18 العرقام يعني تستاتيستيك نقولوا بلي هادا ستان باركور واحد اللي رح يضبط أمورو في العودة بالنسبة للمرحلة العودة انتوما أكيد ستطرتوا برنامج تحضيري باش تدخلوا ربما في تاربوس عندكم لاعبين لبالك انتا قلت معظمهم شاباب هل تفكروا اليوم باش تزيدوا جيبوا لاعبين وحدة أخرين ماذا بينا يعني تلخصنا وشنه هو البرنامج تحضيري لمرحلة العودة والله أغشوفوا وليد نحن غضوا إن شاء الله ندخلوا في تاربوس تحضيري مدة سبعة أيام يعني نحضروا في هالفارق حي يكون داخل الوطن داخل الوطن يكون في بومرداس في مركب آدم يعني راح ندخلوا غدا إن شاء الله فيما يخص يعني الانتدابات الانتدابات يعني جيب سلون لموايا تاع الكلاب و سلون الوبجيكتف تاع الكلاب بتاعك يعني أنا وش هنقول بليفيكتف هذا ليعدنا يعني نقدروا نحق الباقاء يعني باشي بأرياح يامي نحق الباقاء اليوم ما لكم في الطريق صحيحة باش حق الباقاء بالك يخصناوه مو هاجم ولا تنين يعني اللي يقدروا يعاونونا فلا فازلوا يتوني مرحلة العودة على ذكر تاربوس هاد المرحلة توقف البطولة هو يتكلم على تاربوس تع أسبوع لتوماتي عاد البوليدة ومعدكمش مباراة كأس الجمهورية هل هادي من النقاط الإيجابية اللي يتكلمش عليهم؟ عندكم متاسع كبير باش تحضروا ما عليك كثير منهم يعني احنا حبينا نتنقلوا إن شاء الله يوم السبت إن شاء الله للأحد نتنقلوا لتونس إن شاء الله وعلى أساس لما نديروا تسعة وعشر يوم يعني كما نقولوا سيوفار ماراطن ممكن نضطر أن نستعمل طائرة من عندنا بالتونس والعودة كذلك من عندنا باللجزاء العاصمة باش اللاعبين ينجبوا يرتاحوا يوم ويعودوا يخلعوا مباشرة أننا نتلمسان يعني فيه برنامج وبالنسبة الانتدابات الحاجة الانتدابات كنت نفكروا المدرب هو اللي يقرر على كل حال دايما ترجع له السلطة هذي هو في حاجة مثل الدفاع يعني احنا دي جاينا لازمنا لعبين في الدفاع وزوج في الهجوم وكانت عندنا حادثة ممكن الحارس واحد كانت تعبان وكذا والشي المراحض يعني لابد أننا نجيبوه الحارس تاني اللي يكون معه واضح يعني باش نظن باللعاب الخامس رح يكون حارس مرمى وإلا كانت الأمر وتحسنت معه يعني الحارس اللي يعني كان تعبان المرة الأخيرة رح يكون يعني لعب وسط ميدان يعني يكون مدافع في وسط ميدان دفاع يعني كلها معنا بليش لما زل عدنا الوقت باش نتكلموا على موضوع الاتحاد الجزائري والمديرية الفنية لكن قبل هذا نطرح لك سؤال بخصوص مستقبل مع الفريق نتارك كمدرب رئيسي لكن فيه حديث عن تعين مدرب رئيسي وانت تبقى كمدرب مساعد وانت شرح لك المستقبل على رئيس الفريق هذا ما شرح أقول لك وليد رئيس العارضة الفنية هذه كما يقول لك تقول لي مصالحية الرئيس يعني أنا كنت دبيوت سيزان كي بدنا كنت عندي كما يقول لك المهمة مدرب مساعد وتحضير الفريق تسمى على تريباراتون فيزيك تحهم يعني الحمد لله كما يقول لك ليطاش تاعدهم بعد استقالة المدرب الرئيسي اللي هو محمد باشا الحييوة وسنيدت إيليا يعني المهمات نحكم الفريق يعني أنا ما مرفض وتحملت المسؤولية هذه وكما يقول لك مشيت بالفريق حتى الحقنا 20 نقطة واليوم رانا في الدور 16 من كأس الجمهورية وكما يقول لك دوكا هذه تعاوتوا لي للرئيس لكن بالنسبة لك ما عندك مشكلة تقعد في الفريق كمدرب رئيسي ولمساعد هذا يوم بعد مازال حيكون فيه أنا جاء في مكانه شوفوا من في الحقيقة يعطوا مدام مشاء مرحلة وكانت النتائج والحق للنقطة عشرين أنا كنت تقول لي الفرصة تكلم على الرئيس يعطيه الفرصة أنه يكمل بفريق مدام إن شاء الله يكون يسمعناه وعنكم حلوة صديق ونحيوهم المنبر هذا أنه ما يكون عندك مدرب شاب يعني أنا كانت لي فرصة وكانت دايما النتائج يعني لبس بها أنك لما تعطي الفرصة للشاب باش يدراي فيه لأن نقول لك اليوم لما تبدأ تحوس على مدرب في بعض الأحيان ما تلقاش ما تلقاش يعني كي أن بعض الأحيان يتبحروا لك الأسماع باش تسيب مدرب يعني يكون عندك مدرب وتجيب مدرب باش تجيب فقط لا خاصة أن اليوم لما تتكلم عليه لأن هذا المدرب شاب هو اللي يدير لها فيزيكي مع أنته هو اللي يكونها وفي مرحلة معينة كان مساعد باشا وبعد ذلك مشاب الفريق وحده وانتي وما كانت عندكم كي كنت في ناصر حسيدين كانت عندكم تجربة نجحة الأخيرات على بلد زيري وكان قبل وكان زميتي كان مساعد والآخر يعني كانت الحسين من قبل وكان رئيسي وكان مساعد ورجع رئيسي وكل ما درنا هذه المحاولة إلا ونجحت طيب نتمنى ولو توفيق نتمنى ولو توفيق كمدرب لأمل بوسعاد ونتمنى ولو توفيق حتى الفريق تعالكم يا الله نتكلموا شوية على المديرية الفنية المنتخبات الوطنية مدة كبيرة منذ استقالة ربح سعدان واستقالة بوعلام شارف اليوم فيه حديث على التقني الفرنسي باطلي لكن في تصريحات إعلامية لبعض وسائل إعلام الجزائرية هو ينفي أنه رسميا يكون كمدير فني المنتخبات الوطنية لكن ما ينفيش أنه كان فيه اتصال مع الاتحاد هم كانوا من بداية لما استقالوا في زوج كان قال الرئيس بأننا سنجيبوا أجانب وكان يفكر في بداية على إسبانيا يعني مدم عنده ميولة الكرة الإسبانية ولكن حسب الأخبار الأخيرة وحسب المعطايات وحسب ما حدث في المكتب الفيدرالي أن شكون هو الدولة التي كونت اللاعبين كثير لما ننظر كما قلو فرنسيين وإسبانيون نجد اللاعبين 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 إسبانيا نظن بلاي غيروا الوجهة النظر لهم لماذا رجعوا يحوسوا على المدرب يعني المسؤول التعددين من يكونوا من فرنسا هل يوم الحقنا للمرحلة الحاج باش من فكروش أصلا في الكفاءات الجزائرية لازم نجيبه من خارج إسبانيا أو فرنسا أو هنا في الزائر ما عندن آش لماذا ترجع تخمم لأن اليوم تتسأل لماذا سعدان راح ومبعد لماذا شهر فراح ولماذا ما كانتش يعني كان يعني نقولوا ما كانتش النتائج تظهر من يعني تربوسات على الشبان هذو ونقول مازال يعني بوع المرار ومازال بساف يعني مدربين اللي قادرين نشدوا الديتيال ولكن دوك هذه عدم التيقى في الكفاءة الجزائرية ترجع كل واحد كيفاش يشوف معلش الحاج اليوم تيك هنوين ما خدمش بالله كارمح بش يخدم في الجزائر سعدان وشارف استيقاله ما تشوش بالليل أرضية غير مناسبة ما يهمش قد ما نجيبوا واحد مدرب عنده تيقني عنده كفاءة لكن الأرضية اللي راي توفرها الاتحادية غير مناسبة ما تكفيش تيقني هذا بش ينجح ولا بش يبين نتائج هو شوف الكورت القادر الجزائرية على العموم كامل المشكلة في القوانين نحن في بعض الأحيان نحن نعيشون في فارغ كل مرة يجووا يديروا تجربة ويحاولوا المرة الأخيرة حاولوا يلنسيوا أشيو وكذا 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 نقول بالله ما اخدوش منهجية اللي تديهم البر الأمان أنا نقول بالله عندنا كفاءة في الجزائر اللي ممكن يكونوا لابد يعطوهم الصلاحيات صلاحيات تتكلم عن القوانين تقصد صلاحيات مدير فيني يجب أن تعطي له صلاحيات صلاحيات وماذا المدرب يروح كذلك كان بعض المنحة يأخذها على مستوى الفريق الوطني على المديرية وليدها في الفريق دياله هدو في الجزائر المدربين اللي راحوا هدو ما يخدموش برا أقل من 200 و 250 مليون يعني لما تجيبو تعطي له شهرية تقريب ما رقش تجع فيه ونقول ما هو السبب لي خلي الاتحادية لي هو يعرض في الوضع الجزائري أننا نقول بلي جيب تقني كبير وخلصوا مليح وعطي له الصلاحيات تعطي له كما يقولوا كارت بولنش ولم تتطاوير ما أشوف لما تكلموا على الشبان لابد ما تتطاوير شاب ما يجبش تكون في عام و لا عام انتدي اللي ترح ديالة سيلكتون أم إن كنت تتطاوير نحن نحن خلاص ونبدأ تتمنى معه عندك 6 سنين أو 7 سنين ونت أتوى معه شكرا لك مورد سوف أعطيك كلمة أخرى مع بالشيء التي تقدر تزيد إضافة في هذا الموضوع ولا تولينا الأمل بسعادة لا يعني إضافة صغيرة على وشقال الشيخ يعني كما يقول لك إذا كانت كفاءة النيترانجي جيلة ديتيان و سيكالي كما يقول لك يجيب البلوس لفوتبول الجيريان ما عليش حنا نرحبو به مدابينا حنا بصح يا كينجو نشوف دانو تركوتي إذا كانت كما يقول لك لهم من نفو كما لدينا أنا كان واحد في المديرية الفنية يعني كفاءة ومشاء الله يعني تعاملت معاه ومشي خطره مشي زوج عامر شافيق يعني إنسان ما شاء الله يعني عنده كفاءات كبيرة حنا نتمنى إن شاء الله ليكون في البوست هذا كما يقول لك ليجيب إضافة مرحبا ليجيب إضافة للكرة القدم الجزائرية شكرا لك ناسيم صفراوي يتمنى لك توفق كما قلت على رأس العارضة الفنية لأمل بوسعادة الحج اللحلو أنتها مشكور أيضا وتمنى لك توفق خاصة في هذه المرحلة الانتقالية يعني اللي حين تقدروا تحضروا فيها المرحلة العودة وتجيبوا لعبين مشكورين على الحضور مشاهدين الكرام نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء نشكر أيضا طاقم تقني لخدمنا في هذه الأمسية متابعة طيبة البقية البرامج على قناة البلاد في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر